ازايكم عاملين ايه? النهاردة بقى هتشوفوا يومي هيمشي ازاي في المطبخ? وايه الحاجات اللي هعملها النهاردة? وهنعمل غدا مع بعض وهنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير. تعالوا بس الاول نرحب بالناس الجديدة اللي دخلت في القناة جديد. انتوا طبعا اخواتي وطبعا انتوا علتي التانية. اه وانا بتشرب باي حد يدخل عندي في القناة لان بجد انا ببسط جدا. اه لما بلاقي مشتركين جديد جداد. وبلاقي طبعا تعليقات بتفرحني. فبجد يعني انا بشكر كل حد بيكتب لي تعليق حلو. لان بجد بجد يعني انتوا ناس تقول لكم كلكم محترمين. وانتوا على دماغي من فوق. تعالوا بقى نبدأ اليوم بتاعنا النهاردة. انا طبعا اول ما سحيت قمت الوقت الشقة. وخليتها فلة طبعا. آآ وحضرت طبعا فطار انا ولادي وفطرنا الحمد لله. وقلت بقى ايه? تعالوا بقى نخش كده المطبخ علشان اللي بيدخل المطبخ انتوا عارفين يعني ما بيخرجش منه قل لما بيكون مخلصوا مشالطة بكل حاجة ما بقى فيه. سواء بقى مواعين لأكل الكلام ده كله. انا نفسي بعملت كده. انا طلعت بقى فرخة كده من الفليزر. وقلت ايه? سبها كده تفك على يعني ما خلص المواعين. علشان هشويها معاكم وهعمل النهاردة سنية ما قرنا بشامل. بصوا بقى العلبة الصغيرة دي انا طبعا العلبة الصغيرة دي بحط فيها كيس كده بلاستيك. واي بواقي اكل اي فتفيت اي حاجة بحطها فيها. وفي الاخر بقى لما بتتملي بروح ايه? حطها طبعا في الزبالة. اه انتوا اي علبة عندكم ممكن تعملوها كده. يعني بتبقى افضل بكتير. اه وجبت بقى كيس لبن بخيرو كده جبتي كسين علشان المقارونا. عشان عامل بهم بشامل يعني. زي ما انتوا شايفين معي. اه بس قلت طبعا ايه بقى اعمل كبات الكابتشنو ديت علشان اشربها انا وقفها في المطبخ. يعني حاجة كده تسليني. اه فقلت بقى ايه? يعني اتكلم بقى مع بعض شوية. احنا وانا وبخسط طبعا الموعين. ونحضر الغداء. اه لان بجد بصوا يعني انا بطبصت جدا لما بقف كده وبصور. اه واتكلم معيكم بجد يعني عايز اقول لكم بصوا حاجة بتساعدني جدا. اه اول حاجة كده قلتها همسك الازايز اللي على الرخيمة عندي اللي هي الفوجة دي. همسكها امليها. وهبتدي بقى اه بعد ما مليهم طبعا مواركنهم على جنب لاني انا خلاص ما بقيتش حط ازايز في التلاجة. بصوا بقى الازايزو الصغيرة دي كانت في الفليزر. فانا طلعتها بصراحة وقلت سيبها بقى ايه مع نفسها كده. تفك مع نفسها. علشان انا ايه يعني مش محتاجيها. كنت عارفين طبعا خلاص الجوا بدأ يبرد. اه فهسبا بقى خالص براحتها لاني مش محتاجة زي ما قلتكم. اه هبتدي بقى الموعين اللي في الصفوية اللي انا مصفيها كنت غسليها يعني وبسبعة الصفة هبتدي طبعا هرصها. وبصوا بقى اه العلام اللي هي البيضة لجنب لونشوبكس دي كانت فيها رز بلبن. طبعا هي فجيت. فانا يعني بركنهم كده جاء مع بعض. وفي الاخر خالص بروح ايه واخدهم شايلهم. تمام كده. اه هبتدي بقى زي ما انتم شايفين هفضي طبعا الصفوية. وهشيل بقى اللي هي المعالي اللي هي الكبيرة اللي هي الكبشة واللي هي المقصوصة. الحاجات اللي هي المعالي الكبيرة اللي بستخدمها في التقليب. اه بس بقى فقلت ايه كده لما الحاجة معاكم وفضي الصفوية خالص. علشان لما اجيه اخسل الموعين ان هي بتاعة الفطار. اه تكون الدنيا ريئة معي. اه تعالوا بقى بسوا هاخسل بردوك معاكم. الالاية. وهو ديكو انا بخسلها ازاي اللي هي الالاية الهوائية. اه بردوك بخسلها بطريقة سهلة جدا. فهتشوفوا كل ده معي النهار ده في الفيديو. انا طبعا حط فيها مية. يعني اول ما بطلحها مسلا او بيكون فيها حاجة. عملها فيها. فبحط عليها مية سخنة على طول. اه وبس بها بقى ما نقعف شوية مية سخنة علشان خاطر اه لو في اي دهون فيها اه بتدوم معي بسرعة كده وبتبقى سهلة جدا ايه انتوا بتطلعي الدهون منها. فانا طبعا كنت نقعيها في شوية مية سخنة فهبتدي بقى افضل مية اللي فيها وحبتدي اتاني سخنة. زي ما انتم شايفين كده وهسيبها كده بتاع عشر دقيق مسلا. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه فيها. مبدئيا كده احنا بنعمل الموعين بتاعيله بقى هنبتدي بقى نعلق على الاكل على البطوغاز. انا غليت مية في الكاتل كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى اعلق على المية بتاعة الماكارونة. انا بصراحة بحب كده اغلي مية في الكاتل. بيوفر علي وقت يعني بيوفر علي وقت على النار. وفي نفس الوقت بتنجزي. فانا ممكن تلقوني بقى يعني ايه انا وبعمل الاكل كده على كزا حاجة واعملها عشان اخلص. وفي نفس الوقت تلقيني بشطف في المربع. تعالوا بقى نتكلم عن بتاعة الزيت البخخة دي. البخخة دي بنات حلوة قوي قوي قوي. هي كلها آآ انا جايبها من العتبة ليستا جايبها قريب. آآ عاملة خمسة وستين جنيه. في نوع تاني. هورهولكم بردوك في الفيديو. هوريكم العلبة. في الفيديو دوت هتشوفوا العلبة بتاعة الزيت دي. البخخة دي بتاعة الزيت هتشوفوا العلبة بتاعتها. هوريكم شكلها. لان في منها بردوك يعني كزا نوع. فهقول لكم بقى لما اجا واريكم العلبة هقول لكم آآ طبعا ايه الفرق ما بين الليا الاستلس ان انا جايبها دي. والفرق ما بين الازاز. تمام كده? تعالوا بس تنقول بقى نشوفها نعمل ايه? انا حطت كده صابون. وقلت بقى اخسل القلاية الاول معاكم عشان اسيبها تتصفى. علشان انا هشوي فيها طبعا فرخة. لان انا كنت كنت مبارح عاملة فيها بتاعة دوت بطاطا. بشوف فيها بطاطا. عايز اقول لك جماعة القلاية دي بجد ننجا. اي نوع بقى. يعني اي نوع. مش شرط ان انا معين. انا طبعا كنت عاملة ريفيو عن القلية دي. فبصراحة الطحفة. دي حاجة الحاجة التانية بصوا. كل بيقد نفس الغرض. شاهمين قصدي? اه بمعنى ايه بقى كله بيقد نفس الغرض? ان اه التايمر بتاع الوقت ستين دقيقة. كل كل القليات الطايمر بتاعها ستين دقيقة. طيب درجات الحرارة لحد متين درجة مقوية. كل القليات لحد متين درجة مقوية. دي حاجة. تمام? الاختلاف بقى في ايه? فهي كم وط. اه يعني بتختلف في مسلا اه الف واسبعمية في الف وتمنمية في الف وط في الفين وعشرين. كده الاختلاف بس في كده. لكن انا عن نفسي شايفها القليات كلها اه بتقدي نفس الغرض. اه تمام كده? انا بقى بصو بخسرها الاول بفرشة كده اللي هي اللي انتم شفتوها هم وقيد خضرة دي. بجد يا جماعة الفرشة دي حلو قوي. هما هي مش غالية بتتبعت لاتها كده مع بعض. مش غالية يعني ممكن تلقى بخمسة شار جنيه. اه حلو قوي. انا طبعا بنقع الاول القلاية بشوية ما هي سخنين. وبعد كده بقى ايه بروحها غسليها. وبقى جيب بقى السفنجة يعني اللي زبنشة وبخسل بيها. وبقى جيب بقى حتا كده مبلولة وبلمحها من بره. بس كده. ده اللي انا بعمله فيها ما بعملش اكتر من كده. برضو في الشبكة نفس الكلام. اه طبعا بيكون خلاص بقى الدهون اللي فيها خلاص. اه فبعمل نفس الكلام فيها. اهي بقى الفرشة دي بصوا. الفرشة دي جماعة بجد حلوة جدا. اه وعملية وبغسل بها اي حاجة على فكرة. يعني مش بس كده. ممكن كمان بنقع البطاطة شوية واروح بعد كده ايه? اه غسلها بالفرشة دي. اه انا طبعا جابا منها كزا واحدة. هما تلاتة كده بيتبعوا مع بعض زي ما قلت لك. فحلوة قوي. فلو عندك اللاية تقدر يتجيبيهم وتستعمليها زي ما انا بستعملها كده عشان ايه? ما تتخربش معيك او تتجرح. فكده الطريقة دي بتحفزها على اللاية اكتر. وبجيب بقى اللزبونشة دي ما بجيبش سلكة. اوعى تخسليها بسلكة. جبي بقى زبونشة زي كده وبخسلي بها. وبتبقى معك زي الفل ما فيهاش اي حاجة. بس اول ما تخرج يعني مسلا ان انت عملت فيها فرقة عملت فيها اي حاجة شويتها فيها. بتحط فيها مياه سخنة. علشان تدوب الدوم بسرعة. بس دي طريقتي بقى ايه? في غسيل القلية. اه طبعا انا كنت عاملة ريفيو اه عن القلية دي. وعن المركب بتاعتها وعن الحاجات اللي عملتها فيها. فتقدري طبعا تخش على القناة وتشوف ايه? الريفيو بتاع القلية. علشان لو حد بيفكر انه هو يجيبها يعني. بس ايه عمتا مش وحشها هي حلوة جدا وعملية وكفاية ان انت بتاكل اكل الصحي منها. تمام كده? آآ تعالوا بقى بصوا بقى دي مش دي بس الموعين. لا فيه موعين تانين. آآ انا هبتدي بقى حطيتهم كده عالصانية. اطباقوا كده والكبيات. فهبتدي بقى اجيب كده كبيات زي ما انتم شايفين. وبصراحة انا بحب اخسل الكبيات الاول. ما عرفش في حد زي كده ولا لأ. يعني بحب ببدأ بالكبيات. آآ وبعد كده بقى بخسل ايه? الاطباق والصواني والحاجات التانية. بس الاول ببدأ بالكبيات مش عارفة ليه. يعني انا من زمان وانا كده بحب ببدأ بالكبيات. وازا ما بدأتش بيها يعني ازا انا ما بدأتش بها في الموعين. ببدأ بها في الاخر ولا اما باخسل مسلا بزبنشة آآ غير اللي انا غسلت بيها. لاما مسلا باخسل بسلطة. فاهم حاجة يعني ايه ما بخلهاش آآ ما بقاش مسلا غسلها حاجات فيها طبيق او كده وروح اغسل ايه باللزبنشة. وانا عايز اقول لكم حاجة. انا اللزبنشة اللي هي على جنبي دي في في البتاعة التانية دي اللي هي البيضة اللي هي البيضة فورمودي بتاعة ايكيا دي. دي انا مخصصها للكوباية بس. تمام كده? وآآ عشان انا ايه مش بحب اخسل باللزبنشة يعني. يعني انا خلاص مسلا انا هي اللزبنشة دي اللي لسه مطلعوها. فبخسل بها الموعين. فانا مسلا آآ قلت لا اخسل بقى كباية الاول. بس كده. فقلت بقى ايه اخسل بقى موعين معيك واتكلم معيكو لانه انتو وحشيني بجد. آآ وبنستفد من بعض. فمن قصدي يعني انتو تقدموني معلومة مسلا انتو استفدوا بيها. تقدموني مسلا طريقة اكلها مسلا انتو بتعملها حلوة وجميلة وكل حاجة ممكن ترقيني انا اعملها. بس بطريقة تانية زي ما بيقولو كده كل شي خلي طريقة. فممكن مسلا تقولي لقد انا هجرب الطريقة اللي بس ما عملت بها دي اشوفها حلوة ولا لأ. فهم قصدي. آآ بس آآ فقلت بقى كده اعمل كده لغدا معيكو واخسل الموعين. فقلت اصور. انا بجد بحب اصور جدا آآ معيكو وبحب بعض اتكلم معيكو لان يعني يعني عارفين انتو بجد قلت التانية. بس آآ عايز اقول لكو بقى حاجة انا يعني انا متجوزة ببيت عيلة. بس انا من نوع يعني مش عارفة ليه يعني ايه مش عارفة ما بحبش اخرج من بيك كتير. فهمين قصدي يعني مش بحب اخرج من بيك كتير. يمكن الجماعة عندي في البيب بيزعلوا مني ان انا مش بطلع او انزل كتير. بس انا حقيقي يعني عارفين بخلص وتلاقوني ايه شغلتي كده التلفزيون آآ في كزا المسلسل كده متابعي اقعد مسلا كده آآ يعني اتفرج عن مسلسلات. مسلا لو الازن ازنت لاني قمت صليت مسلا خلصت بقى الصلة مسلا كده اقعد بقى اتفرج عن مسلسلات. كده اذكر مع الولاد شوية ارجع معيهم. فعارفيني اليوم ما بيبقاش فيه والله يعني انا مش عايزة حد يزعل مني. بس انا والله عايزين فعلا فعلا اليوم بيكتير بسرعة. يعني يا دوبك على ما بخلص اللي وراية وخلص المطبخ. لانه انتو عارفين اكتر حاجة في الشقة ما بتخلصت هي المطبخ. يعني مهما خلصت فيه وما بيطلع لك موعين بتلاقيك قمتي عملت مسلا اكل تلاقي مسلا الولاد مسلا مش عايزين ياكلوا الحاجة دي. ثم مسلا تعملونهم حاجة تانية. فعارفين اليوم ما بقاش فيه يعني. وانتو عارفين كمان اليوم بتاع الشتة ده تلاقيه بصه وليل بسرعة وتلاقي اليوم بيتشير بسرعة. فيدوبك على ما بتقومي وتخلص اللي وراكي بتلاقي اليوم خلاص جري. فبلاقي جزيجي بقى. فما بعرفش اصلا يعني اطلع عند حد او انزل. ما بعرفش والله العزيم فعلا اليوم بقاش فيه خالص. فالواحيب بيقول الحمد لله. بس كل اللي بقدر اقوله يعني ادم الحمد لله الواحيب بقدر يخلص اللي وراه بيخلص حاجة بيته. فخلاص الحمد لله. بس يعني والله العزيم لما بلاقي عندي وقت فعلا بسأله وبطلع وبروح هنا بروح هنا. بس لما بلاقي عندي وقت بس انا من النوع اللي ايه? تلقوني بيتوتية اكتر. يعني تلقوني مش ايه? مش بافضل اروح هنا وهنا و لا اقعب اودي الناس وكل حاجة بس مش على طول. فمن قصدي? بس بس انا يعني ايه? مش عايزة حد يزعل مني في حتة السؤال دي لاني والله العزيم غاز بنعني وكمان الولايات كمان عارفين وقدين برضو آآ بقيت الوقت فالحمد لله على كل حال آآ وبشكر ربنا يعني على نفي الحمد لله الحمد لله. بس انا كل اللي انا عايزة ما حدش يزعل مني. لو انا ما بستقلش على حد او ما اصطره في حق احد ما حدش يزعل مني. آآ زي ما انتم شايفين بقى خلاص انا ابتديت كده ايه? قربت شطب طبعا الحوض. علشان نكمل بقى بقيت الغداء. انا طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت طبعا آآ الميا بتاعت المكارونة ومليت الكاتل تاني. علشان طبعا الميا جاهته بقى ليلة وهبتدي ايه? ازود المكارونة. يعني بس وقلت ايه? انا انا كده بخسل الموعين بقى على الاكل معاكو عشان ايه? بنخلص بسرعة والاكل يخلص معي بسرعة. آآ طول ما انتش في المبق وشغلة مسلا بتعمل الموعين وانت هتعمل اكل. ما تقولش ايه? طب خلص الاول الاكل وبعد كده ايه? آآ خلص ازدي الموعين الاول وبعد كده ببدأ في الاكل. لأ. آآ مسلا هتعمل ماكارونة هتعمل لحمة هتعمل تعملي حاجات مسلا انا هتتسلق. اه بتجعلها على المياه على ما انت مسلا ما تخلص الموعين. هتلاقي مياه غلية. لو انت مسلا هتحط المياه في كاتل زي ما انا ما عملتك كده عشان تنجزي بسرعة. اه هتلاقي نفسك بتنجزي يعني هيساعدك كتير الموضوع دوت. ان انت تبدأي في الاكل وانت بتعملين موعين. هتلاقي نفسك بصي الاكل خلص معك بسرعة. اه في الناس بقى بطيقة في موضوع الاكل ده يعني مبتعملش اكل بسرعة. انا الحمد لله والفضل لله مش بشكر في نفسي بس انا يعني دايما اللي حولي هي قللي كده انتي سريعة في laكل. حتى جوزي برضو استيقا قللي كم agradeي قللي انت سريعة في الاكل. حتى كباية الشي يقول لي ان خلوقتي بتعملها بسرعة. قلت له انا مش بعملها بسرعة انا يعني انا بحط المياه في كتل وبتغلي فمش بعملها بسرعة ولا حاجة عادي اي بتأخذ وقتها زيها زي اي كباية شي فبيقولي لا انا بحس ان انت بتعملها بسرعة. بس بس مش بعنا لانا بعملها بسرعة ان انا ما بخليش الماية تغلي لا بقول لها والله يعني بخلي الماية تغلي كويس كمان والكاتل يفصل خالص وبعد كده ايه براح صبه له كباية الشي. اه دي حاجة. بس فانت تقدري برضو اللي انت تعملي كده ان انت وقفت خلصي مسلا اللي وراكي في المطبخ. مش هقولك بقى خلي اديك في كزا حاجة. لا يعني مسلا زي ما انا عملت كده علقت على مية المقارونا وقلت شطب الحود. كده يعني. يا طب ايديك هنا وهنا هتلاقي نفسك انجز دي. اه وعايز اقول لكم بقى يا بصوا اكتر انجز انا بحبه موضوع الحود ده. بصوا بصوا يعني خلاص انا فرحتي جدا ان الموعين خلصت بس طبعا هي لسه. بس اللي اللي عمتني موعين الفطار هي خلصت. والفرشة بتاعت اي كي دي جماعة حلوة قوي يعني بصراحة. اه بس انا مش بخسل بها ايه على طول. يعني انا ايه لما بكون مسكة الحود ده مصبناه بالسلكة. يعني انا مبرح مسكته صبنته كله بالسلكة وخلته زي الفل. باجي مسلا تاني يوم كده باجي اخسل الموعين اروح ايه غسلها بالفرشة دي. بس الفرشة دي حلوة قوي وعملية. فاللي حبك جبها يعني جب يهونش متطمنة هي حلوة مش وحشة. هبتدي بقى كده ايه? قلم المية اللي على الحود. علشان اخلي الحود زي الفل. وحس كده اللي انا انجزته وعملت حاجة. خلوة بقى بانيبسو. فل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني? هبتدي بقى نبدأ كده في الغدى بتاعنا النهاردة. هجيب بقى بصل. آآ انا طبعا هعمل ايه فرخة ما شوية. بس هعملها بقى بطريقة اهلينة بتاعة الزمان. عارفين انتو التدبيلة بتاعة الزمان اللي هي مش محتاجة حاجة يعني حاجة ببسيطة كده بتوابل بسيطة بتتحط. او التوابل اللي عندنا في البيت ما فيش في الكاسة يعني فهمين قصدي. آآ فزي ما انتو شايفين بقى البصل اللي معايا ده انا هقطع هقشر بصل. علشان افرموه في الكبة لان البصل ده هعمل بيه حاجتين. اول حاجة هعصج اللحمة. تاني حاجة الفرخة دي هشويها. فطبعا هتربيلها بالبصل. فعايزة بردوك ايه شوية ببصل حلوين كده. هتشوفوا الطريقة معايا. عايزة اقول لكم الطريقة بتاعة تدبيلت الفرخة ديها بنات لو جربتيها. بجد بجد مش هتبطلت اعمل الفرخة بالطريقة دي بما شوية. فتابع بقى معايا وما تجريش من الفيديو. علشان تشوفي كل تفصيلة. انا عملت انا عارفة ان الفيديو طويل شوية. بس بصراحة انا حبيت ايه? يعني ايه? انا اختصرت في حاجات بسيطة كده. بس احبيت برضو كامشي معاكم والخطوات. وتشوفوا انا يوم يماشي ازاي في المطبخ. علشان تشوفوا بقى الواحد ايه? يعني بيعمل ايه? مش ببدع بقى يا جماعة ولا اقول لكم مسلا انا ايه? بخترعه. لا خالص خالص. الاكل بتاعنا العادي لحاجات الطبيعية بتاعتنا العادية. اه مش كل يوم طبعا بعمل لحمة وفريخ. لا خالص عادي عشان حياتنا طبيعي عادي. بيجي علي وقت بعمل عدس. بيجي علي وقت بعمل بطاطس. حت الجبنة. آآ بيت. قاستر. بتين كده. آآ بس فهمين قصدي بقى. فممكن تقضي يعني مش كل يوم هتعملي لحمة وفريخ. لا. آآ اعكد مسلا بنقضي بقية الاسبوع. بقى اكلات هي العادية. اكلات شعبية. كده. بس طبعا تفهمين قصدي. آآ قلت بقى ايه? اهي كبات القبط شنو لسا ما خلستش عمالة بشرة فيها برحتي طبعا. تعالوا بقى نعمل البشاميل بتاع آآ المقارونة. انا طبعا ايه? فرمت شوية بصل كده. علشان انا وبعمل البشاميل هعلق بردوك معاكم على آآ اللحمة. اللحمة المفرومة. تمام كده? هبتدي بقى حطيت كده آآ حتة سمنة. وهحطي كمان شوية زيت. آآ انا بصراحة يعني ايه? آآ مش عارفة. يعني لما باجي اعمل اي حاجة بسمنة. لازم اضيف معهم حبيت زيت صغيرين. حتى لو هي مش بتحط لها زيت. بس انا بحب احط شوية زيت صغيرين. مش عارفة ليه? انا تعودت على كده يعني. فزي ما انتو شايفين بقى ايه? انا ماشي معاكم خطوة بخطوة. يا ربي بس ما حدش ازهق مني. آآ انا بجد زي ما قلت لكم انا بحب بتكلم معاكم كده وانا شغالة. وبردو ايه بدي طاقة ايجابية كده بصراحة ما بحبش ادي طاقة سلبية لحد. او اقول حاجة مسلا آآ انا مش بعملها او الكلام ده كله لأ. انا الحمد لله الحمد لله يعني ماشي بطبيعتي كده. ويمكن اقرب الناس ليه يعارفين الموضوع ده. انا بقى خلاص بعد ما صفيت طبعا المكرونة وشطفتها. آآ جبت بقى ايه? جبت الحلة بتاعت المكرونة. وضفت بقى كده فيها شوية آآ زيت مع ساملة. وطبعا علقتي طبعا على جبتي طاصة. وحطت فيها شوية ده زيت. وزي ما انتو شايفين بقى البصل اللي انا فرمته. منزلت بيه بالشكل ده. فقلت ايه ايه دي هنا واي دي هنا كده عشان انجز ايه آآ معيكم. وهضيف بقى اللحمة بالشكل اللي انتو شفتو ده. آآ انا طبعا مش بوريكم المكرونة بتتعمل ازاي? ولا الكلام ده? قل له لأ احنا بناخد بس افكار من بعض. مش اكتر. انا عارفة طبعا اللي كلكم شاطرين. بسم الله ما شاء الله يعني. وبتعملوا حاجات احسن من انا بعملها كمان. فالله الحمد الواحد يعني ايه? بيقول الحمد اللي على كل حال. فطبعا آآ انتو طبعا هتشوف الطريقة اللي انا بعمل بها المكرونة. وممكن حد يعني يعجبوه تكايا كده يعجبوه حاجة في السنية سنية المكرونة ما بعملها او حاجة. فيعملها. آآ دي الفكرة. واللي ما بيعرفش يعمل اهو برضو ايه? عارف بتتعمل ازاي? وكلنا زي ما قلتلكم احنا بنستفد طبعا ايه من بعض? آآ انا طبعا زي ما انتو شايفين كده بقى ايه? سبتي طبعا الزيت والسمنة تقضحوا شوية. ونزلتي بقى بالدقيق كده. طبعا انا مش محددة كمية دقيق. مش محددة طبعا آآ سمنة او زيت قد ايه? آآ بس العادي يعني العادي. يعني انا حطيت بالويام كده. بس انا هسيب بقى ايه? ادي كده يستوي كويس. وبعد كده بقى ايه? ننزل باللبن. بس قلت بقى ايه? على ما يستوي كويس هقلب بقى اللحمة كده. تقليبة حلوة. علشان بقى نشوف ايه التوابل اللي احنا هنضفها عليها. فزي ما انتو شايفين بقى انا ايد هنا عشان بس ايه? ننجز. اهو. لاني في ناس كتير عايز اقول لك بقى بتقول ان الماكرونا البشاميلي دي بتاخد وقت وبتعمل موعين كتير. لا خالص. انا ده سلقة اللحمة ايه? سوري. سلقة الماكرونا وبصف بصفتات تتصفى وبعد كده ايه? هيعمل البشاميلي في نفس الحل. بصوا بقى البهارات اللي انا حطيت على اللحمة حطيت سبع بهارات. حطيت آآ شوية قرفة صغيرين. رشة كده. وحطيت ملح وحطيت فلفل. الاسود. وبتديد بقى قلب كده. القرفة بتدي ريحة حلوة قوي. بس ما بقطرش قرفة يعني رشة قرفة. فهمين قصدي? وبتديد بقى قلب كده. علشان كمان هضيف عليها شوية صلصة. انا بحبها من البشاميلي بصلصة. بصراحة مش بحبها بيضة. مش عارفة ليه? يعني في ناس كتير كده بتحب البشاميلي. الماكرونا البشاميلي دي بيضة. يعني اجاكلها كده لقىها بيضة بصراحة مش بحبها كده. انا بحب احط في اللحمة صلصة وفي ناس كتير بتعملها كده برضو بصلصة. فبتبقى جاملة او يفلي مش بيحبها بصلصة. يجربها كده. يحط معلقتين صلصة كده على اللحمة. بجد بتفرق كتير او. انا بقى قلت اشيل حبة آآ اللحمة كده. استفاد منهم يعني بحاجة تانية. فهمين قصدي? يعني استفاد منهم مسلا اعملت مسلا آآ آآ سنية بيتزة. احط بقى شوية اللحمة دول على البيتزة. كده هتنفع مش هتقول لأ. فطول ما انت بتعمل لحمة مفروغ ماك كده شيري معلقتين تلاتة. هتستفدي بها بحاجات تانية. زي ما انتو شايفين بقى انا بحط كده الصلصة. وضفت طبعا اللبن على العد دقيق. وبالشكل ان انتو شايفينه ده. فطبعا اللي بيعملها بصلصة زي طبعا يقولي رأي رأيه ايه فيها? لان في الناس ما بتحبش عليها صلصة. هبتدي بقى اقلب البشاميلي كده بالشكل ده. لحد ما دوب خلص الدقيق وخليه كله يبقى ايه ياخد تجنص آآ واحد يعني كله يبقى كده ايه سيل ما بسه كده في كلاكيعة هي? لأ انا هبتدي كده ايه هقلب? لو كل ما يحتاج لبن هاضيف له لبن فاهمين قصدي? يعني انا هو فتحت الكسة تاني وضفته وهبتدي بقى ايه يعني هقلب فيه? انا كده ايه لحمة يعتبر خلاص خلصت بس يعني بدي هتشوحتين كده عشان ايه? الصلصة دي اللي انا حطيتها تاخد سوا فاهمين قصدي? بس هو ايه دي برضو في البشاميلي? وببتدي كده اقلب فيه لحد ما يفوق كله. هتشوفوا طبعا شكله هو خلاص يعني ابتدى فكت كده معايا. هبتدي بقى اضيف الطابل بتحتي اه هديف فلفل اسود وشوية ملح. وهحط طبعا واحدة ميجي. بصوا بقى انا بصراحة بحب احط على البشاميلي فلفل ابيض. فلفل ابيض. اه بس هو طبعا خلاصا من عندي فان اضطريت ان انا احط فلفل اسود عادي جدا. الفلفل ابيض زي وزي الفلفل اسود. بس الفكرة في ايه? ان هو ما بيه لما بتحط على البشاميلي بيبقى افضل يعني في في الشكل بالنسبة للفلفل اسود. بس. هبتدي بقى اقلب كده واسبها شوية صغيرين على ملات الشرب اللي انا احطيتها اللي هي الماجي ديت. اه تدوب كده في القلب البشاميلي. وكده خلاص. تعالوا بقى اني اعملت تدبيلة بتاعت الفرخة. عايز اقولك يا جماعة التدبيلة دي وهم. يعني بجد حلوة جدا. وتحس ان انت كده بتكلح يعني اكلة من بتاعت زمين. فهمين قصدي? ما فيهاش شفت الكاسة ما فيهاش توابل كتير. لان ساعات كدر التوابل بيغير طعم الحاجة. يعني بيغير طعم اللحمة. فبيغير طعم الحاجة. خلاص بقى انا كده فرمت البصل. وابتديت زي ما انتم شايفين همسح بقى الخلاط. اه انا على طول بعمل حركة دي. انا كل ما استخدم الخلاط بروح مسحة كده المطور بتاعه دوت. وبشيله. خلاص بقى كده. ودي بقى البصل اللي انا فرمته. دول مسلا مقدر اه 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 تلب بصلات. كبار. ودفت عليهم بقى زي ما انتم شايفين كده. فلفل اسود. ودي اه بهارات اه 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 شربة. او توابل شربة. بتدبع عندي العطار كده. قللو عايزة توابل الشربة بيدهيلي. ودفت بقى زي ما انتم شايفين كوبة سيني. شوية صغيرين يعني كوبة سيني دي شوية صغيرين. مش موجودة عادي. يعني استغنى عنها. فاهمين قصدي? يعني اللي مش عنده يستغنى عنها. اه ودفت كده شوية ملح. تدب بقى كده اقلب بالشكل ده. يبقى انا كده حطت ايه? حطت اه كوبة سيني. وحطيت شوية ملح. وحطيت فلفل اسود. وحطيت اه توابل شربة. اللي هي بسمة توابل الشربة يعني ايه? بتبقى فيها سيكة كده اه يعني ايه من الشربة بتاعت الفراخ. لما بتيجي تسلق الشربة كده بيبقى لها طعم. فانا بصراحة ايه? يعني مش عارف انا بحب اضيفها كده برضو. بيبقى طعم حل. بصوا بقى شلت الهي الحطة اللي هي في الجنحة دي. دي بتبقى اسمها زفريات. بتعمل بتحسوا ان انت ايه? يعني لو موجودة بتعمل ريحة زفورة كده فانا ما بحباش. فبشيلها بصراحة. اهو هبتدي بقى ايه? امسك كده هبصو بشرح الفرخة ما خلتش فيها. ليه? بقى بشرحها كده علشان تستوي كويس. فاهمين قصدي? يعني لما جاء حطها كده في القلية بلاقيها ايه استوت كده خدت سيوى كويس. بس هبتدي برضوك السدري كده هفتح فيه كده هعمل فتحات كده فيه. بس انا ما قطعتش الجلد طبعا علشان لما جاء حشيها البصل ما يخرجش بره ويحافز عليها. خلوس بقى كده بصو التدبيلات دي حلوة قوي يا بنات بجد جميلة جدا. جدا. انا طبعا دفت برضوك شوية زيت ع التدبيلات دي. وهبتدي بقى احشي الفرخة كده من تحت الجلد ومن جوة بتبقى تحفة جرى بها بالطريقة دي وقل ليه رأيك فيها ايه? بجد يا بنات يعني بصو انا بتدبيل بعمل تدبيلات كتير. آآ بس التدبيلة دي حلوة قوي وعجب الجزء جدا وقال لي يعني اعملها على طول. لان بجد حلوة حلوة وبصو ما غيرتش تعمل الفرخة خالص. فانا مش اول مرة اعملها يعني. انا لما بقول على حاجة ببقى انا مجربوها كزا مرة علشان ما فتيش فاهمين قصدي. وفي نفس الوقت لما تيجوك جربوه الحاجة بالطريقة اللي انا بعملها تقولي اللي او والله بس ما فعلا ده بجد الطريقة دي حلوة قوي ده انا جربتها لاني في ناس كتير بجد يعني بتعمل وصفات انا بعملها فنازم اعمل حاجة وانا واسقة فيها واسقة هتبقى حلوة ولا يعني مش اي حاجة فهمين قصدي بس كده خلاص بقى الفرخة كده زي ما انتم شايفين. انا حشيتها طبعا البصل. وهبتدي بقى احطها معاكو في القلية. خلاص كده. بصوا بقى انا جبت القلية بقى وهبتدي احط فيها الفرخة بس قبل ما احطها رشتها كده بالزيت. ودفت بقى بقية السوس بتاع البصل على الفرخة. وهبتدي بقى ادخلها كده في القلية. وهشغل عليها القلية. انا ايه يعني اول ما الوش يتحمل اروح اقل بقى الوش التاني. علشان لازم ايه تاكوت سوا كويس كده. تعالوا بقى انطبق سنية المكارونة مع بعض. وبالشكل ان انتم هتشوفو ده. انا طبعا بحط الاول مكارونة وبعد كده بضيف عليها شوية بشامل. وبقلبها. وبعد كده بقى بنزل ايه باللحمة. انا اللحمة دي بصراحة بحبها يا جماعة بصلصة كده. وده بيبقى لونها ما بحبهاش بده خالص. وبنزل بقى بقية المكارونة. في بقت ركاية هنا هعملها. اه انا هقصر البيضة. اه في قلب البشامل الطريقة دي لناس معينة. لان فيه ناس بتقول لي لما بنعمل لما بنعمل البشامل بنحط البيضة على الوش. انا ساعت على فكرة بحط البيضة على الوش. ما فيش اي مشكلة خالص. بس انا النهاردة ضفته علشان فيه ناس بتقول لي لأ ما بيبتبقاش حلوة ووشها بيطلع مش حلو. لأ انا هوركوا شكلها في النهاية عامل ازاي? بجد بيبقى شكلها حلو جدا. وبتبقى طرية. وطعمها بيبقى كمان جميل جدا. تعالوا بقى نزل الكمية اللي معي بقى من البشامل دي كلها. اه في ناس ممكن تقول لي ايه دا يا بسماء البشامل كتير قوي. معلش البشامل فعلا هو كتير شوية. لان جوزي بيحب البشامل كتير في قلب المكارونة. واحنا بصراحة بنحب البشامل كتير ما هي اسمها دي يا جماعة اسمها مكارونة بالبشامل. عشان البشامل يبقى كتير فيها شوية. لان في ناس عايز اقول لكم والله العظيم حرفيا يعني انا ناس اعرفها بتلاحوسها. عارفين انتو اللحوسها? بتلاحوس الوش كده بمعلقة صح يعني انت لو بصتين اما كورونا ده هو انت اللي مش حطة بشامل بشامل فين? فهي في ناس كده في ناس بتحب البشامل كتير وفي ناس لأ. وفهمين قصدي? فاحنا من الناس اللي بتحب البشامل كتير يعني الجوز بيحب البشامل كتير فيها ولادي انا خلاص احنا بنحبها كده. فمن قصدي بس خلاص بقى كده انا بس ببتدي ايه انا اعتبر بعمل كده بالنسباته لها بنزل بشامل في قلبي الجناب بتاعت المكارونة. في قلبي الجناب بتاعت الصينية يعني. هبتدي بقى خلاص تمسح الصينية كده علشان لما تستوي ما يبقى الشكلها وحش. تمام كده? اهو بالشكل ده. اه ممكن بقى يعني ناس تقولي لأ انا بحب البيض على الوش مفيش اي مشكلة خالص براحتي كاملها بالطريقة اللي تريحك. بس انا بس ايه? اه حبيت بس اقضيف البيض في قلب البشامل عشان تشوفوا شكلها في النهاية هيبقى عامل ازاي? تمام كده يولا بقى على الفرن بسرعة. علشان تستوي بقى نسبها بقى ايه? اهو الفرخة مع نفسهم كده. لحد ما نلم بقى ايه? المواعين اللي هي بتاعت المكارونا. المكارونا بقى والبشامل والحاجات دي نخسلها. بس الاول بقى نخسله الرخامة. مكان البصل ومكان الحاجات اللي ادلدقت البشامل والحاجات دي. تمام كده? انا طبعا جبت ايه نسبونشة كده وفيها صابون. بس تقولت بقى افض ايه شوية اللحمة اللي تبقوا دول اللي ناشلتهم على جنب. واحطهم في علبة كده واشالهم في الفليزر هينفعوني. هطلحهم زي ما قلت لكم كده على بقى اعمل بتزاية وحطاها عليه. مش هتخاصة يعني. ممكن تشيل شوية بشوية. في الاخر تجمعي كده حبة حلوين وتعمل سنية مكارونا. فهمين قصدي? بس خلاص بقى انا كده غسلت الرخامة. وهبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده ايه? اه اكمل بقى بقيت الموعين معكم. شايفين? اهو. طبعا اه طول ما اديك في الحوض هتلاقي الموعين ما كتريتش عليك. يفاهمين القصدي? يعني هتلاقي الموعين ما بقتش كتير. اه الكيس بقى خلاص اتمالهو فهرمي بقى في الزبالة. وهبتدي بقى احطي كيس تاني. اه عايز اقول لكم بقى اي كيس تجيلكوا كيس مسلا جايبين في خضور جايبين في اي حاجة ما ترموهوش. يعني خلوه زي كده واستعملوه زي ما ما مستعملوه كده. هبتدي بقى اخسل الزيتة دي. انا بحب بصراحة كل ما جاستعملها اخسلها. علشان طبعا لو بتيجي تستعمليها ممكن شوية زيت الام واقعوا عليها منبرة كده. فعشان ما تبقاش كلها دهون وتتراكموا عليك. لا. على طول خلق ديك فيها. اه بصوا بقى الدقيق خلص من عندي. وقلت طبعا اه قبل ما قبل ما فضي الكيس بتاع دي اخسل العلبة بتاعت الدقيق. يعني كل كده ما الحاجة مسلا تفضل عنديك علبة مقارونة العلبة اللي فيها السكر. الحاجات دي كلها اخسلها قبل ما تحطي فيها الجديد. فهمين قصدي? علشان بس ايه ما تبقاش عليها دهون او تبقى مش نضيفة وبيبقى شكلها مش لطيفة. فانا قلت كده ايه? اول حاجة ابدأ بيها العلبة كده عشان تلحق تنشف وفضي بقى ايه? بقيت الكيس بتاع دي. وهو بالشكل ده. او العلب دي على فكرة بنات حلوة اوة عملية. وهي مش غالية يعني هي مش غالية خالصة. اصلا ما كدش عاملها مكملها عشرين جنيه. من كبسها ععتاشر جنيه بس انا جايبها بقى ليه كتير. فانا مش عارفة بصراحة دلوقتي عاملها كين. فممكن دلوقتي توصل لعشرين مسلا. خلاص بقى كده انا وصلتها هو. وهسبها بقى تتصفى وبعد كده اروح من الشفاء وحط فات دي. تعالوا بس نفض ايه? اهو ده كسد دي ايه? نشيله كده على جنب. ونمسح مكانه ونفض بقى ايه? الصفاية دي. علشان اه الموعين اللي في الحود لما اصفيها هيتكون الصفاية اللي معايا فاضية ما حطش موعين على موعين. لأ اخلص يعني اخلص اللي في الصفاية الاول ان هما اصفوا وبعد كده بقى احط الجديد. زي ما انتوا شايفين هما طبعا اللي في الصفاية مش كتير بس عشان في ايه اتبقى كده شوية اتبقى حلوين وفي طبعا كبايات واللبانة دي والحلة فقلت ايه يعني ايه? اشيلهم كده عشان احط الجديد وخلاص. اهو بالشكل ده. اشيل طبعا الصينية دي بتاعت الاكلة دي. انا بس اسايب ايه? ايه? ازازة بتاعت الزد دي تتصفى وبعد كده روح شايلها برضو. وزي ما قلت لك طول ما انت قديك في المطبخ هيبقى معيك زي الفل. زي الفل. وطبعا اي حد عايز اسألني على حاجة يستفسر على حاجة. انا طبعا عنية ليه ما بتاخرش على حد في حالة. خلاص بقى بصوا يعني انا غسلت طبعا ايه? الموعين. وقلت بقى ايه? اخسل بقى الحلة بتاعت اللي هي الحلة بتاعت اسمها ايه? التواصل اللي عملت فيها اللحمة. والحلة اللي عملت فيها البشاميل. انا حبيت بس ايه? يعني انجز معاكم في الفيديو عشان حسن الفيديو طويل. فمعليش يعني انا اسمد يعني متزعلوش مني. ان الفيديو طويل بس انا والله حبيت اختصر فيه على قد ما اقدر. اه وفي نفس الوقت برضو كتكلم معاكم كده ونستفيد من بعض كده في اي حاجة بقى. فاهمين قصدي يعني? في طبخة في كلمتين مسلا انا قلتهم ممكن تستفدي منهم كده. بس وزي ما قلتلك العلبة اللي انا حطوه على جنب دي اللي فكس الاسود يا جماعة مهمة جدا. ما ترميش اي حاجة اي حاجة في الحد كده هتلاقي الحد تسد معاك. يعني لو في صفاية زي كده هيبقى حلوة قوي. هتبتدي اتغادل حاجة اللي في الصفاية وترميها كده في البسكت الصغير او العلبة دي. علشان الحد ما تسدش معاك. لان بجد الحد ده لما بتسد بقى معاناة. معاناة معاناة يعني. والحمد لله انا كده بقى فضيت الحود وهبتدي بقى نشف العلبة بتاعت دي ديت. علشان افضي كسد ايه. يتفضى كده على نضافة بيبقى احسن يعني. وافضل ان شاء الله برضو كامل معاك. آآ الدرفة بتاعت الخزين بازن الله. هنفضي طبعا البرتمانات والحاجات اللي هي عايزة تفضى بقى. ويخسل بقى معاك البرتمانات والرس بقى الحاجة اللي هنجيبها الحاجة الجديدة والحاجة اللي موجودة من الاول كده يعني. آآ تمام. آآ خلاص بقى كده خلاص انا فضيت دي طبعا وهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بس همسح لغطة هنشوفه طبعا كويس عشان مرضوك لو في مية او في اي حاجة آآ ما يبقى وسط دي ايه او يخلي يعمل ايه يعني كتل كده فيه. فيبوز معايا. فلا نخلي بقى من القطة دي كويس. خلاص بقى كده. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هنعمله تاني. كده بقى بصوا المطبخ فجي الحمد لله. الحمد لله والرخامة فجيت. والبتجاز وكل حاجة. تعالوا بقى نشوف الفرخة. قربت تستوي ولا لأ. بصوا بسم الله ومشاء الله وخدت لون ازاي. هقلي بقى يعني قبل ما تخش على سوى كده هقلي بقى على الناحية التانية. آآ الوشي التاني بتاعها يعني عشان ياخد سوى برضو. لان انا مش بسيبها كده. فهمين قصدي يعني مش بسيبها كده وهي بتشوي لوحدها. لأ آآ انت لازم تتلمو هي في القلاية لازم ايه اللي انت تقلي بيها على الناحية التانية. فهمين قصدي? آآ زي ما انا با عملت كده انا خلاصة هو قلبتها. علشان برضو كالناحية التانية تستوي معي كويس. وهبتدي بقى احطها في القلاية تاني. بالشكل ده. فطول ما انت كده وقفة ما تسهيش عنها يعني اخشي شوفيها كده وشوفيها استوت ولا او اعايز تقليب عن ناحية التانية ولا. ودي زي ما انتوا شايفين بقى السنية في الفرن اهي. سنية المكارونة. تعالوا بقى وريكوا الكرطولة بتاعة بتاعة البخخة بتاعة الزيت. انا مردوش شارميها. لحد ايه ما يجي وقتها واصورها لكم. وقورها لكم. شايفين بقى البخخة اللي هي آآ دي. دي اللي عندي. التانية بقى اللي انا هقولكو عليها. دي استلس كلها. بصوا بقى التانية دي. اهي اللي هي دي. دي طبعا ازاز. آآ والغطة دوت مش استلس على فكرة يا بنات. يعني اللي غطة دوت اصلا بلاستيك ومطلي كده. لكن دي كلها استلس على بعضها. الفرق ما بين دي ودي ان اللي انا جبتها دي بخمسة وستين اللي هي الاستلس. والتانية اللي هي ازاز دي هي طبعا مش عملية خالص. آآ عاملة خمسة واربعين جنيه بس ما عجبتنيش بصروحة فهمين قصدي. فاللي حبت جيب تجيب اللي هي ايه آآ التانية اللي هي اللي انا جايبها الاستلس. هي فرقها عشرين جنيه. انا كنت جايبها من عطبة بخمسة وستين جنيه. آآ هحطي بقى كده وقلت ايه على ما الاكل استوي تعالوا بقى نعمل كبات قهوة كده واريح بقى شوية عشان انا ايه وقفة من بدري في المطبخ. فقلت الحمد لله بقى الموعين اللي غرايا خلصت ولغدا خلاص تقرب استوي. فقلت بقى كده قاعد كده اشرب كبات قهوة بمزاج. فزي ما انتو شايفين بقى انا بعملها كده بقى معيك وهسويها واريح بقى ايه نعد شوية وهاجي بقى بعد كده بص على الاكل هشوفه استوى ولا لأ. هبتجي بقى بعد ما حطيت القهوة والسكر كده ومية قلبتها وهحطها بقى على النار. وتستوي بقى براحتها. اهو بالشكل ده. في يا بنات هقولها لكم تاني اللي بتفكر تجيب القلية هي حلوة قوي وعملية بصراحة وبتسوي الاكل بسرعة. فالحمد لله على كل حال فاللي عنده امكانيات يجيبها. طبعا يجيبها ايه حلوة جدا. خلاص بقى القهوة كده استوى وهبتدي بقى اصبها معاكم كده وارروح بقى نشربها كده بمزاج. لان الواحد بجد لما بيخلص الشقة ويخلص لغدا بيحس ان هو بصه ارتاح. يعني انا انا عن نفسي بحس ان انا ارتحت لما بخلص الشقة وبخلص للغدا. الحمد لله الفضل الله بحس ان انا ارتحت. بصوا بقى لما انا بتاع الوش التاني هي خلاص اه يعتبر قرابط تخش على سوى. قلت بقى اخد كده شوية من القهوة. وبصوا بقى ما شاء الله والشقة خلاص الحمد لله. اه متروقة زي ما انتم شايفين بقى. انا طبعا اه كنت عاملة فيديو قبل دوت في الدكورات دي اللي انا غيرتها. طبعا اللي ما تفرجش عليه يخش ويتفرج ويقول لي رأيه طبعا ايه في الدكورات الجديدة بتاعت الشتة دي. اه لان بجد انا ببقى فرحان قوي برأيكو ببقى مستنيها رأيكو. وتقولوني رأيكو ايه طبعا في الحاجة اللي انا بعملها وبتعجبكو ولا لا. آآ بصوا خلاص بقى الغدقرة بيستوي معي. وخلاص كده بصوا. حاجة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. دي شكل الفرخة بعد ما استويت. حلوة قوي. ودي طبعا الماكارونا بصوا بقى لونا هعمل ازاي الدهابي وحلوة قوي. وفي نفس الوقت طريقة ما بتبقاش ناشفة. بصوا ما بقى الشكلة حلو ما بتسوء. لا هو ده شكلها النهائي. يا رب بقى يكون اتبسطتنا ده من الفيديو. ما تنسوش اللايك يا بنات. يلا باي باي. موسيقى